النهاردة كان في اجتماع لرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الرئيس كان بتابع الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كل الرئيس طلع على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول في جنوب سينا في شرم الشيخ الرئيس وجه بمرعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة والاستفادة من مياه السيول وتخزين هذه المياه والاستفادة منها تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الاسواق اللي هتقام ان شاء الله في عدد من الاحياء في القاهرة على احدث الطرز الرئيس وجه في هذا الاطار بمرعاة المتطلبات المواطنين من سكان هذه المناطق فيما يطلق بقى بتفاصيل الخدمات الموجودة في هذه المجمعات في الاسواق او غيرها من المشروعات اللي بتقوم بها الدولة داخل الاحياء السكرية بنخلال حوار مجتمعي ما بين مسؤولي المحافظات ومسؤولي الاحياء مع المواطنين وقاتلين هذه المناطق اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء اركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء احمد العزازي مدير ادارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية واللواء اشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة كذلك الاستفادة من مياه السيول وتغزين مياهها مع مراعاة تناغم والتساق اي انشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرس مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل حيث وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة والاهتمام بالتنصيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الاراضي الفضاء المحيطة بالطريق وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الاسواق المقرر اقامتها في عدد من الاحياء بالقاهرة على احدث طراز حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والاسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الاحياء السكنية وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤول المحافظة والاحياء واضف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد ايضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنصيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الادارية الجديدة خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة